بسم الله الرحمن الرحيم بأنزل السفينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنور السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما بيرحي المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تخصها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويؤذب المنافقين والمنافقات والمسلسين والمسلسات ورمين بالله ورمين السوق عليهم دائرة السوق وعضل الله عليهم ولعنهم وأعبد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأخيلا إن الذين يبايعون فإنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما فيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستعفر لنا يقولون بألسمتهم ما ليس في قلوبهم قلت من يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل وننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم ورننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإما أعتدنا للسافرين سيرا ولله منف السماوات الأرض يغفر لمن يتاء ويعذب من يتاء وكان الله وفورا رحيما فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغالمة لتأخذوها دعونا نتبعكم دعونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحفظوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم قلي بأس شديد قلي بأس شديد تقعتلوا لهم أو يسلمون فإن تطيروا يؤتهم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطل الله ورسوله يدخله جنات تجري من تخفها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبالعون فتحت السجرة إن يبالعون فتحت السجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأسابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وتان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وتفأ لي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأربار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطل مكسة ببطل مكسة من بعد أن أرحركم عليهم وكان الله بما تعملون بخيرا هم الذين كفروا وفدوكم عن المسجد الخرام والهدي معكوفا أن يبلوا محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تفؤوهم فتصيبكم منهم عرة فتصيبكم منهم عرة لو تفيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية حمية الجاهلية فأنزل الله تفينته على رسوله وعلى المؤمنين وعلى المؤمنين وألزمهم سرمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد اصدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محيقين رغوتكم ومكفرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وتفى لله سهيدا محمد رسول الله والذين معفوه أشداء علي كفار رحماء بينهم تراهم ركعا في الزبا يبتغون فضلا من الله ودبوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في الثورات ومثلهم في الإنزيل ومثلهم في الإنزيل كجرء أخرج شطأه فأجرفوا فاستغلب فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يؤذب الزراع ليغير بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما